اشتركوا في القناة 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 لأنه طبعا فيه نظام بيفرض عليك شيء معين بيقهرك به وفيه نظام آخر بيتيح العلم بيساعدك طب احنا عايزين نرى بقى الفرق بين إرادة القوة وقوة الإرادة تجيبتها منين الكلمة دي لسي انت عرف بس أنا زكية ازاي لا بجاند لسي الكلمة دي هي تفسير كنت بقوله من شوية ما هو فيه بقى نظام بيخلق ناس أحرار أنا عجبني قوي كلمة قالها البلدتي لما بيسألوه أنت قلت للناخبين بتوعك إيه الناس المؤيدين ليه مش قطيع عشان أقولهم يعملوا إيه أنا ناس المؤيديني أحرار أنا كل اللي بعمله أنا بوجه بقول إيه الصحي بقول غلط من وجهة نظري وعليك أن تقتنع بحرية وعليك أن تختار كمان وعليك أن تختار ده بقى دي اسمها قوة الإرادة يبا إذا النهاردة إيه الإرادة عبارة عن إيه إن أنا يكون عندي الاتجاه اللي أنا عايز أوصله ويكون عندي الإرادة والتطبيق إن أنا أطبع إن أنا عايز أوصل وأنا مش أحلم بس عشان يفرق بين ناس الحالمين وإحنا كتير قوي مننا وصلوا لدرجة الحلم نفسه يشتغل أحسن وظيفة نفسه في عشر تلاف جنيه مرتب في الشهر نفسه في عروسة تساعده ونفسه في كل حاجة وعايز يقعد مكان تقوله عملت إيه يقولك قدمت السيفي في الحالة الفلانية مستني آه طب وبعدين بس كه قالك آه ما يعرفش مثلا إن في إحدى الشركات بتوع الأطعمة في أمريكا قاعد سبعمية وتسعين مرة يحاول يبعث الرسيفي بتاعته لمطاعم مختلف الغتل ما في الآخر في المرة السبعمية وتسعين اتقبل هيا دي إرادة القوة اللي بتكلم عليها دلماية هيا دي إرادة زي يا دكتور إبريم قوة إرادة طبعا كبير قوة إرادة لكن خليلها أنا أعرف منك يعني إيه هو العنصر أو العدو الرئيسي للكوة بتاعتنا أو الإرادة بتاعتنا ما هي العدو الرئيسي هو الهم والحزن لأنه ده بيخليك تعمل إيه بيخليك بتتكاسل موادات تكملة برضو الجزئية بتاعت إيه قوة الإرادة وقلت إن أنا أصمم إرادة القوة دي بقى مقصوب بها البطش وقوة الإرادة عازم تكون مرتبطة بالخير دي تكملة بس للناس يعني عازم يكون إرادتك فيها خير عايز تفصل لخير لكن إرادة القوة هيا شر زي الدكتاتوريين زي نابليون زي نيرون زي مبارك نظام السائد الباعد ليه فكرة في كده إيه إن أنا عايز أسيطر عليك عايز ألغي فكرة الإرادة اللي عندك دي وتبقى أنت أبقى أنا المحرك الرئيسي بتاعك أنا اللي فرحك وأنا اللي حزنك وكنا وصلنا لكده كان ماتش كورا فرحنا وكان خبر بعد كده إن البنزين شح فكلنا نحزن فكان بفرحنا ويحزننا بقرار ده اسمها السيطرة أو اسمها الدكتاتورية الشمولية الناس اللي بتبحث عن إيه عن إرادة القوة يبقى هو باحث عن القوة فقط للسيطرة بها على الآخر ونزع الحريات أما قوة الإرادة لما أنا أدهالك بأخلقك حرة أتحكم في ده إزاي عن طريق أن أنا أشغلك بهموم الحياة لما أخليك تتكلبي على المحتاجات الأساسية الأكل الشرب اللبس كيف أشغلك بدول قوي دروس خصوصية ماشي أفتح الدروس الخصوصية عشان إيه عشان أستنزف كل فلوسك عشان تجري تاني تشوف شغلنا تانية وتشوف التالتة فتبقى مش فاضي تعمل حاجة خالص غير أنك تعمل إيه تدور على أكل العيش يبقى لما ألهيك يبقى أنا بنزع منك الإرادة دون أن تدري فإزان العدو الأليسي للإرادة هو الهموم أن أنا أخليك مهموم وحزين زي ما كنت بشوف معظم المصريين وقالك إيه حاط إيده على خده سرحان وقالك في القمة العيش أصل الورد عيان أصل إبني عايز فلوس أصل مراتي مش عارف عايز أجب لها إيه عايشك فهم فإزان العدو الرئيسي هو طب يا دكتور بعد كل الهموم اللي حالك قلتها لنا دلوقتي دي إزاي كل واحد يقدر أنه يحتفظ بإرادته وينميها جواه ده سؤال رائع جدا لأن الإنسان لازم يكون أولا حر المعرفة اللي احنا بنقولها دي لازم يكون عارف مدركها تمام تمام لأن فيه ناس بتبقى مغيبة مش فهم فأجب أن نصمم على الحاجة اسمها العلم والعلم مش بس بالدراسة يعني ناس فهمها غلط يعني ليه مثلا بنضيعش وقت زي ما بروع نضمتش ساعتين أن أنا أجيب كتاب وقرأه لمدة ساعتين فدي أول حاجة لازم نحاول نعملها أن أنا أنتفض أقول أنا دلوقتي في وضع مبطوش بي مهموم دائما فأنا عايز أبطل أبقى كده فإذا النهاردة لازم أستحضر أن أنا عايز من النهاردة يبقى لإقراد يا ريت كلنا ناخد الخطوة دي النهاردة أنا عايز أبقى إنسان حر عايز أبقى إنسان زي ناس اللي كانت ممتنع أنا هتروح النهاردة فأنا بقول لهم لا روح وافرد كلمتك افرد كلمتك بأنك أنت بتقول أنا عايز فلان أو عايز فلان خلاص بقى أمر واقع دلوقتي موجودة علينا مفروض علينا فالإنسحاف حد ذاته أو السلبية غير مطلوبة تماما في فترة الحالية فالتخلص من السلبية والبداية أن أنا أبتدي أقول إيه أنا عايز من النهاردة أحر عايز من النهاردة عنك أبتدي أعمل إيه وأريده ثم أطبق هذا حلو أوي شيء السلبية برده أقول لك تاني بشكل مختلف إزاي ممكن يكون عندي إرادة وأجاهد في سبيل الإرادة دي دلوقتي وأن أنا ممكن أطلعها من جوايا يعني انتفاضة بقى زي ما حالك قلت حطينا كده حاجات ملموسة ما يبقى أول حاجة أنك تدور أنك تؤمن بالحاجة اللي فيها أنك أنت ينقصك أنك تكون عندك إرادة في ناس متأش عارفة إسمها قلت إرادة أيوة في ناس مش عارفة زي القطيع اللي هو بقولك اعمل فتلاقي كله ماشي عاية راح يعمل ما فكرش فالنهارده أنا نهارده بلا إرادة ده نقطة مهمة جدا لأن الاعتراف هو بداية الفعل يعني نهارده في حباية هنا فاروق تقول لي ما فيش حباية يهم في حباية تقول لي ما فيش حباية لما اقتلعتش أني في حباية عمرك ما هتروح الدكتور عشان يعالجلك الحباية فأنت عشان يكون نهارده من النهارده كلنا يكون عندنا إرادة يبقى أتابع أراجع تاريخي كده وانا كنت لها كلمة يعني فصت صحابي بعرف أقول حاجة ولا هو بعرفش لانا على طول تابع ده فاروق يقول أنا ماشي ورا فاروق طب ليه ما حاولتش في مرة أن أنا أقول رائع أو أبدي وجهة نظر ده انت قلتنا بكاف حلقة من الحلقات قلتنا بكالة وانت وقع في مشكلة أو وقع في كارسة سيب نفسك اللي انت فاروق بسا حط نفسك في مكان وبص نفسك من فوق هو بص المشكلة بتاعتك دي هتواجهها ازاي أو ممكن تحلها ازاي فعايزين نوضح للناس برضو لو هو شايف من جوان فيه مشاكل ممكن تقص على رطه ازاي ممكن يطلع برا نفسه الطلوع برا نفس ده دايما يقول عليك بالتدبر عشان كده حتى ربنا تدبروا أموركو يعني دايما النصيحة الأساسية للعباد إن ربنا لا تدبر فكر هي دي الميزة اللي ربنا مدهن عن كل المخلوقات ليه بتسيب غيرك يفكر لك انت فهم زي لكن الاختيار إنك أنت عندك إرادة ده بينبع من الداخل يا فاروق دايما كل حاجة دايما مشبهها بالبيضة فاكريني مثلا بتاع البيضة البيضة لو تكسرت من جوة منتهى القوة وبتخلق دايما حياة أما لو تكسرت من برا لو حد كسرها بتعمل أملات أخيرها أملات يعني فإحنا عايزين نكسر القوة يعني نكتشف القوة زي ما قلت هي قوة كاملة داخلة وبنسميها كمان كنز الداخلي وموجود بالفترة كمان عشان ناس بتستغرابش تقول يعني نها راح أدور أشتري شوت إرادة مبارا أقولك لأ هو ربنا مدها لك جواك بس انت استسلمت وسلمتها لغيرك فبقيت بلا إرادة طب دكتور هل كل واحد بقى عنده إرادة داخلية جوا نفسه وقادل أن هو يتحكم فيها بكل سهولة جدا هل ده ممكن يحقل له نوع من أنواع السعادة فيما بعد ده هو السعادة السعادة دائما في إيه أنت ده تقولي إيه أنا خدت التجربة وخلاص مش مهم بقى نجحت ما نجحتش مش مشكلة بس أنا خدت التجربة حتى لو إرادتنا دي ممكن تجيب علينا أخطاء سلبية فيما بعد ما هي دي بقى قوت الشخصية بقى الجزء المكمل للموضوع دوت أن أنا أكون في نفس ذات الوقت بنيت زي ما كنت بتكلم على ابنك مثلا أنك انت بنيت الشخصية بتاعته كمان خلتيه وثق من نفسه فهو ما عندوش مشاكل أبدا أن هو يقف غلط وتحمل العقبات بتاعت هذا الخطأ عشان يقولك ده من الريسك يعني بقى رغلاتي في ألعاب اسمها الأدرنالين يقولك أنك أنت تعمل إيه توقف على المكان عالي جدا وتشوف الأدرنالين اللي هي بسموها كراش أو راش اللي هو يعرف لما يكون بتخايف بيحصل إيه يقولك شعر جسمي يوقف ده بقت من ضمن الحاجات اللي هي الجاذبة لشباب كتير جدا دلوقتي أنه عايز يجرب مثل هذه الألعاب أكيد السعادة مرتبطة تماما بأنك أنت إنسان يكون عندك إرادة وأرجع أقول تايمي ووضيفة لك يا دكتور أنه دايما السعادة إحنا بنخلقها لو إحنا في ظلم اليوم مشكلة برضو إحنا لو ممكن نطلع نفسنا منها وممكن إن شاء الله برضو في عندنا طريق للسعادة وأرجع أقول كل مرة أنه لسه في أمل لكل حاجة إحنا بالنسبة لنا ممكن نحققها إن شاء الله دكتور ماتحة عبدهايدة وغيرتني جدا من هذا خلصت علياتنا النهار داستنونا بكرة في نفس المعايد وبي باي